ترجمة نانسي قنقر 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 استطاعت مملكة البحرين أن تكون وجهة تعليمية للطلبة من مختلف الدول وأن تحصل مؤسساتها التعليمية على اعتماد دولي وهذا ما أكسبها سمعة واسعة لتتمكن من استقطاب جامعات مرموقة على أراضيها إلى جانب التعاون القائم بين الجامعات الخاصة ومختلف الجامعات العالمية للتشجيع النحو والاستثمار في التعليم العالي على أرض مملكة البحرين جامعة البحرين لها تاريخ طويل يمتد لأكثر من خمسين عام تقوم رؤية جامعة البحرين على أنها تكون مؤسسة تعليم عالي بحرينية بمستويات عالمية تقدم خدمات للمجتمع البحريني بحيث أنه يكون منتج للمعرفة وريارة الأعمال وكذلك الاستدامة ونطمح بأننا نكون مؤسسة تعليم عالي من المؤسسات المتقدمة في المنطقة بحلول 2026 الجامعة الأهلية كما تعرفين بعد 23 عام من إنشاءها خرجت أكثر من 7 ألاف طالب في شتى المجالات وهي تتقدم أيضا في كثير من المعايير الدولية في كثير من التصنيفات العالمية وحصلنا على عدد كبير من الاعتمادات الدولية منظومة التعليم العالي في البحرين اليوم مكتملة بين مجلس التعليم العالي وبين هيئة الضمان الجودة وأيضا الجامعات أو المؤسسات كلها فاليوم البحرين يجب أن يكون التعليم مدخل أساسي أول شيء لاقتصاد البحرين توفر بيئة تعليمية متطورة تستهدف بصورة أساسية العنصر البشري لكونه الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتقدمها فكل ما تبذله الحكومة والمعنيون بقطاع التعليم والتدريب تنصب في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم يوصل التعليم العالي في مملكة البحرين تطوره المستمر من خلال الدور المحوري لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة في استحداث البرامج الأكاديمية ومتابعة الدعم والتوجيه لمؤسسات التعليم العالي جميع هذه الجهود تنصب في توفير تعليم متميز وبجودة عالية ليتمكن الخريجون من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر